لانك لو بحثت هتكتشف ان في مشروع امريكي اسمه مشروع هرب او عن طريق المشروع ده تقدر امريكا تعمل اكبر زلزال في اي مكاول في الدنيا والموضوع ده هنبقى نتكلم عنه في حلقة الوحدة اما موضوع كورونا فحدس ولا حرج علماء كتير اكدوا انه متصنع في المعامل وسواكا مقصود انه ينحذف على الصين كانوا من الحرب البيولوجية او حتى كان الموضوع يقف عند خلق الفيروس لكن الحكاية وسعت منهم وانتشر الفيروس نتيجة خطأ ما في المعمل فكل ده ممكن ياخدنا في سكة نظرية المؤامرة وان الموضوع ما هو الا عنوين لمخططات ماسونية هتتنفذ وكل ده ممكن يكون ماشي في سكة مخطط المليار الزهبي اللي كلمتك عنه قبل كده لكن هي ممكن ما تكونش ماسونية وتكون بتعرف تقرأ الاحداث كويس يعني مثلا ممكن تقولك هيحصل وباءت وابنتا مفسروا على انه كورونا لكن انت لو دقعت شوية يا صديقي هتلاقي ان في نفس فترة انتشار الكورونا في العالم انتشرة في بلاد عربية زي اليمن مثلا وبعدين انتشر وباء الحم النزافية وجدر الأرود والمالاريا وغيرهم